السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أمس مع بداية قيام المدعو سلوى موميكا بأحراق المصحف الشريف أمام مبنى السفارة الإيرانية بستوكولم انقضت عليه امرأة سويدية وبخت عليه طفاية الحريقة قبل ما تتمكن عناصر الشرطة من المساك بها وأبعادها عن المكان المرأة اللي اسمها سيسيليا بعتت إيميل لصحيفة إكسبرسن لتحكي فيه عن الحادث وقالت أنه هي إنساني غير مؤمنين لكن هذا الشيء اللي كان عم يصير خلاها أنه تدخل وتحاول أنها تمنع هذا الشخص من قيام بهذا العمل وقالت سيسيليا بالإيميل أنه لما أنا أريت بالصحف أنه تم منح الأذن بالصماح بحرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة الإيرانية حصيت أنه لا هذا بيكفي مع الحماقة اللي عم تصير وقالت سيسيليا أنه الهدف الوحيد من هذه الأعمال هو إثارة غضب المسلمين ونحن كسويديين عم ندفع الثمن من خلال أموال ضرائبنا بالإضافة إلى زيادة ندام الأمام بالبلد شرعكم بتصرف سيسيليا كتبوا نعرأكم بالتعليقات شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته